هذا وحققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر إلهام صعوداً من مركز التاسع والأربعين عام 2015 والمركز الحادي عشر عالمياً في نسخة عام 2022 تم الإعلان عن هذا الإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة التي تستمر فعالياتها حتى الثانية والعشرين من مارس الحالي في نيويورك ويشارك فيها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وأكد تحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخ منال بنت محمد راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين تعود إلى أولوية هذا الملف في رؤية قيادتنا الرشيدة وما يحظى به من دعم ورعاية متواصلة اسمه الشيخة فاطمة بن تنبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية مؤكدة أن دولة الإمارات منحت المرأة كل الممكنات وأعطتها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك في مسيرتنا نحو المستقبل